تنضم إلينا هنا في الستوديو رئيس التحرير اندبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد أهلا بك معنا على شاشة الحدث أبدأ معك من هذه المعلومات التي تتحدث عن التعرض سفينة تجارية يملكها رجل أعمال إسرائيلي لهجوم بمسيرة يعتقب بأنها إيرانية هل تعتقدين بأن إيران تقف وراء ذلك؟ وما الرسالة من وراء استهدافك هذا؟ شكرا لك على الترحيب وأحيي مشاهديكم لا نعرف أن كان هناك معلومات مؤكدة أن مصدر الهجمات هي إيران ولكن يبدو على الأغلب أنهم الحوتيين وهناك قنوات تفضي بموافقة من الجانب الإيراني وبالتالي هي محاولة لتعطيل حرية الملاحة وأعتقد أنها إيران فهي الحوتيين بموافقة إيرانية والرسالة هي أن إيران تحاول أن تضع فيقالها في وضع المنطقة خاصة بتورط الأمريكان والأوروبيين في حرب غزة ليكون هناك مصملة لصالحهم وليس لصالح الفلسطينيين هم يسعون لمصالحهم الشخصية إذا كانوا يسعون لمصالحهم الشخصية هذه المرة السفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي في المرة السابقة من قبل ميليشيا الحوتي السفينة التي اختطفت من قبل ميليشيا الحوتي جالاكسي ليدر كانت أيضا يقال بأنها مبلوكة لإسرائيلي ومعروفة أن الحوتي يحركها إيران وبالتالي السؤال لماذا لا تستهدف إيران مباشرة إسرائيل؟ ليس لها مصلحة في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والتبعات هي ستؤدي لهجوم أمريكي على إيران وستؤدي إلى حرب كبيرة وبالتالي هذا ضد مصالحهم وهم لا يرون أنفسهم قادرين على مواجهة من مثل هذا الحجم أيضا حاولت إيران لتدريب هذه الميليشيا لتكون لهم حروب بالإنابة وليس على حدود إيران وهناك مقاومة في جنوب لبنان من حزب الله لا يقوم بذلك بنيابة عن اللبنانيين بل لصالح النظام الإيراني وكذلك الحوتيين وغيرهم من الميليشيا في سوريا والعراق هذه المواجهات هي مواجهات للنظام الإيراني لكنها بعيدة عن حدود إيران أعتقد أنه حيث هناك حرب في غزة ربما تكون هناك مصلحة يريدون لاستمرار هذا الصراع لأنهم ركزوا على برنامجهم النووي ونسمع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تحدث عن امتلاك إيران ليورانيوم مخصب يمكنها من تصنيع القنبلة وبالتالي هذه المواجهات لمصلحاتهم ميليشيات محسوبة على إيران في مناطق خارج إيران في سوريا في العراق في لبنان ولكن ولا مرة مباشرة في إيران ولا مرة إيران كانت ترد بنفس أو على نفس المستوى لماذا الآن ترد إيران وتصعد في ردها ما الهدف من ذلك نردهم على الأحداث في المنطقة هي مجرد الردود الكلامية وهم يردون أموالهم الست مليون وينتظرون العشر مليون من كوريا الجنوبية وهم يتفهمون أن الانتخابات الأمريكية الرئاسية بعد اقتربت وبالتالي عليهم أن يتعاملوا مع إدارة بايدن ولا يوجد ضمانات أن الديمقراطيين سيفزون بالانتخابات القادمة لكن هذا التدفق النقدي هم بحاجة له ويمكن أيضا من السوق السوداء هم يبيعون النفط ويقومون بأمال كثيرة وهذه المسيرات التي بدأت فيها البرنامج والصواريخ التي حتى بيعت لروسيا والأوكران قالوا قالوا أن هناك هجوم عليهم بالمسيرات الإيرانية هنا إنفاق للمال ولا يريدون أن يدخلوا أي صراعات مباشرة هذه ما زالت مهمة جدا أن يبقى حزب الله حيا وكذلك حماس وأن تكون لديهم ميليشيا أخرى تدعمهم وبدلا من أن يدخلوا لهذه الصراعات بنفسهم اليوم نتحدث عن الفلسطينيين وعن حماس وإن كان لديهم مصلحة في حل هذه القضية كالدول المنطقة الجميع كان يتحدث عن حل الدولتين وهو الحل الأفضل للفلسطينيين لكن باستمرار هذه الصراعات سيبقى النظام يحصل على أكثر مما يتمنع إلى أي مدى يمكن أن تصل إيران في تصعيدها ضد إسرائيل إن ضربت إسرائيل مصالحهم مباشرة لا أقول أن الصراع سيدخل الأراضي إيرانية ولا أحد في المنطقة يدعم ذلك وأمريكا لا تريد أن تصل لأي مواجهات مباشرة فربما تكون أمريكا وراء الإسرائيليين ودعمهم بالسلاح لكنهم ليسوا بشكل مباشر يريدون أن يبقوا بعيدا عن أي مواجهة مباشرة في المنطقة لإذاء مصالحهم في المنطقة وهذا أيضا ينطبق على الإيرانيين في 2006 كانت الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم تتدخل إيران بشكل مباشر اليوم مجرد نسمع تصريحات وهم يعترفون بمقاومة الشعب الفلسطيني وحماس هذا الزخم مهم ويمكن أن نقول للفلسطينيين أنظروا أن هذا النظام الإيراني ليس هو الذي كان يتحدث عنكم وعن دعمكم ولا يستطيعون الدفاع عن أي شيء حتى مقابل الشعب الإيراني اليوم انكشفت وجوههم قبيحة للمنطقة وللشعب الإيراني إلى متى سيستمرون لا أعرف إن كانت أمريكا ستتفاوض معهم لكن إيران ستبقى تلعب هذه اللعبة شكرا جزيلا للمنطقة